انتزع مشروع مركز المالكس المالي لغاثة والأعمال الإنسانية مسامل تطهير الأراضي اليمانية من الألغام 896 لغما خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري زرعتها الميليشيات الحوثية في مختلف المحافظات وأوضح المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس بأن الألغام المنزوعة شملت الألغام مضادة للأفراد والدبابات ودخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر مايو 2029 لغما فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع مسام 398 ألفا و110 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن